بترسة بقول الكلام ده في المقدمة النهاردة على الزمالك لما الزمالك خسر النهاردة من فرقه اثنين والاهلي تعادل مع الجنة في اول مبارف كاسر رابطة قلت مش مشكلة يعني مش مشكلة نتريد تحصل بس المهم من الاهلي والزمالك مثلا يطلعوا يقولوا لجماعيرهم احنا دخلين البطولة دي منستعد او منطلع العيبة عشان يكملوا معنا البطولات الرسمية بس يبقى الامور فيها وضوح لكن احيانا بيبقى الموضوع متساب فالجمهور بيبقى ليه حق يهاجم وينتقد انا الاهلي يعني الزمالك انا مخسرش بس هو الجمهور هينتقد في كل الاوضاع حتى لو انت طلعت اتكلمت ولكن اللي فاهم من الجمهور هيستوعب الكلام بتاعك صح وانا اعتقد ان احنا عندنا مشكلة يا كريم دخلين في شوات مشاكل والله في لا بس تغيل انت موجود معنا عندنا مشكلة في مصر ان احنا في موضوع الاعلام في موضوع الاعلام انت محتاج فعلا تنظم العلاقة ما بين المدربين وبين الاعلاميين ما بين الاندية وما بين الاعلاميين لان انت ليه ليه ما يحصلش ان كل نادي يبقى فيه مؤتمر صحفي مرة في الاسبوع مفتوح للناس ويتكلم تعرف انا لما روحت اتليتكو مدريد معايشة مع سيميوني لقيت ان فيه ربع ساعة بتفتح للإعلام وسيميوني بيقف مع الإعلام مرتين في الاسبوع وبيتكلم معهم وبيقول لهم كل حاجة مالوش دعماتش ده يوم تمريد فبيتكلم فيه شفافية فيه كلام ده كله يعني ليه كلام ده ما حصلش في مصر داي خليني بقى اكدك للنقطة اللي انا كنت بعرضها النهاردة وهي وهتولنا جماعة الفيديو تاني موسيماني واحد بيسأله بعده مباراة الاسماعيلي عن كهرباء راح زق الموبايل وقع الموبايل من إيد الراجل بعصبية شديدة جداً المشهد ده بالنسبة لك وأنا كنت بتكلم إن المسيماني تغيرت طباعه وشخصيته مع الوقت إنه بقى عصبي أكتر بقى في بعض المبالغات في العصبية نجحت مفيش خلاف عليها عند المسيماني بس من حقنا برضو نقف عند الحاجات دي مفيش مانع يعني يعني مش لازم نقول إنه راجل مسئلي عنده بعض الأخطاء نشاور عليها ده كان خطأ كبير وانت كنت بتقول لي حتى قبل الهوى عن حاجة ليه علاقة بشغلة المراسل وإزاي الناس تتقنن لا يعني يعني بص الخطأ مشترك ومش هنقدر نقول إن المسيماني غلطان 100% أو المراسل غلطان 100% عشان هو مدير فاني النادي القاتل ولكن يعني خلينا أقول إن التوقيت بتاع أولاً الكلام ده ممكن يزعل مني ناس كتير من أصدقائي المراسلين ولكن أنا بقوله واقع مهنة المراسل في مصر مهنة ما بيحترمهاش ناس كتير وده غلط يعني لأنهما شخصيات محترمة كل اللي شغالين في المجال ده وفي المهنة دي ناس محترمة جداً مكتهدين جداً متعلمين كويس ولاد الناس وكل حاجة وكل حاجة وكل حاجة ومؤهلين جداً خاصة في الجيل الحالي من المراسلين طبعاً طبعاً ولكن المسؤول عن المنظومة لازم يعمل حاجة تخلي فيه احترام زي ما بقولك العلاقة بين المدرب والإعلام اللي بيمثله المراسل لأن المراسل هو أكتر واحد بيتعامل مع المدربين في المباريات صحيح المكسد زون ليه ما بتعملش في مصر ليه ما يبقاش فيه مكان أنا أفتكر وإحنا في اليابان في كاس العالم للأندية والله خلصنا تمرين ودخلنا قط اللبس طلعونا من قط اللبس عشان لازم نمر من المكسد زون عشان أي صحفي أجنبي ساعتها يسألنا أي سؤال ولازم توقف تجارب بس أنا أشرح للناس كمان المكسد زون عشان نفهم المكسد زون دي هي عبارة عن مكان مخصص للإعلاميين يعني راجل موزيع تلفزيون راجل صحفي راجل موزيع راديو وكل مجموعة من الوسائل الإعلام دي بيبقى ليهم مكان مخصص في مكان كده داير ميدور يعني واللعبين بيخرجوا بعد المباراة والجهاز الفني وإنت بتشاول للعيب تقول له عايز أعمل معك لك بالمناسبة فيه لعب ممكن يقول لك لا أنا مش حابب أتكلم بس فيه لعب تاني ممكن يتكلم ودري بيتكلم بس أنت واقف في مكان مخصص لك وليك وقت معين تتكلم فيه وما تزودش عن الوقت يعني أنت ممكن يبقى ليك مثلا ديقتين ما ينفعش تاخد ديقتين ونص ما ينفعش أنت تبقى راجل صحفي فتمسك كاملة فيديو تصور بيها لازم راجل بتاع التلفزيون بس هو فيها تفاصيل زي ما الكابتن وقيت بيقول مكننة تخلي الراجل دا يطلع بشكل محترم والناس كمان ما تحسل بها صباح طبعا إنما أنت عندك المراسل هنا ليه بيعمله بيتخانق وبينط من فوق الصور وبيخش عشان عايز يعمل صباح عشان عايز يعمل صباح فالكلام دا كله لازم يبقى فيه جهة منظمة للموضوع دا لازم الراجل المراسل هو راجل إعلامي هو زيه زي المقدم اللي موجود في الستوديو ولكن دا قاعد في الستوديو ودا قاعد في أرض الحدث أو في أرض الملعب دا بينق المعلومة دا بينق المعلومة بالضبط كده إنما أنت عندك هنا هو الموضوع لا يعني فيه فممكن يبقى برضو من ضمن الحاجات اللي عنده موسيماني أنا ما بدافعش عن موسيماني ولكن بقول إن دا من ضمن الحاجات اللي تدايقوا أنت فتحت الفيديو من غير ما تستأذن ممكن في الأول تيجي تقول أنا بعد إذنك عايز أعمل معاك حوار إنما دا أنت جاي بالكاميرا بالفيديو وكهرباء زي لأن أنت أصلا موسيماني فيه قصص حوالي أنه هو مش عايز كهرباء ولا عايز كهرباء ولا مش عارف إيه فأنت جاي تولى على الدنيا يعني هو الرئيسل أو المزيع أو المقدم أو واتفر الإعلامي اللي عمل الحدث هو الموضوع صعب كان ممكن يلعب بطريقة تانية خالص أنت تمام أنا همشي معاك رد فعلي بقى موسيماني لو أنت في مكانه هتبقى عندك نفس رد الفعل ولا ممكن تسكت وتمشي وتسيبه كل واحده دي شخصيته بقى يعني أنا لو مكانه ممكن أتعامل بطريقة تانية خالص إنما واحد غيرنا إحنا أنا وموسيماني ممكن أتعامل بطريقة تالتة فكل واحده دي شخصيته فموسيماني ممكن يعني بيعمل كده الكاميرا يعني مش عايز أتكلم ممكن بقى في دي الموبايل راوقع أو احتكب الموبايل ممكن يكون القصد أنه يعمل كده يعني يعمل كده إنما مش ياخد الموبايل أعتقد إنه هو مش هيتخانك إنه هو بيعمل كده قدام الكاميرا فالإيد جاءت قدام الكاميرا فالرجل توطر فالموبايل وقع وارد أنا بديك سيناريوهات إنما في الآخر الاتنين أو الطرفين ممكن يبقوا غلطانين الطرف بتاع موسيماني إنه هو ممكن مايردش خالص ويمشي وممكن يرد ويستفز الرجل أكتر وممكن فيه مليون حاجة غير اللي حصل الراجل اللي مسك الفيديو أو اللي عايز يعمل الفيديو ممكن أسألك سؤالين ثلاثة وأجرك لسؤال كهرباء يعني ممكن تتلعب بزكاء إنما هي الحدث حصل بالشكل ده